موسيقى اهلا ورحمة بكم عزيزة المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة ببرنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن الاحتفالية التي قامتها السلطة في العراق الذكرة المياوية لتأسيس الدولة العراقية واليوم نستكمل هذا الحديث يعني من ضمن وربما المدخل إلى ذلك بعض أحاديث من يدعونا الثقافة مثل ما قلنا يدعونا أنهم يعني يرون الأمور بشكل واضح ويدفعون الناس إلى يحاولون الدفع الناس إلى تصديق أقوالهم عموما هؤلاء البعض الغاية من حديثهم هو يعني يريدون أن يسفهوا قضية أن في العراق كانت هناك دولة أنه في العراق لم تكن هناك دولة الحقيقة أن العراق كانت فيه دولة منذ عام 1921 دولة حديثة من عام 1921 لغاية 2003 بعد 2003 لحد الآن لم يشهد العراق وجود الدولة هي أن الدولة كانت مشروع تخريبها وتدميرها والرقص على جثتها هذا واقع الحال أما قبلها ربما 82 سنة كانت دولة موجودة ومؤسساتها موجودة وكانت تقدم للناس كل ما تستطيع والذين حكموا العراق كانوا يتميزون بميستين أساسية منذ عام 1921 لغاية 2003 بغض النظر عن رؤيتنا فيهم رؤيتنا السياسية لكن كانوا يتميزون بقضيتين نظافة اليد والنزاهة يعني لا يسرقون ولا ينهبون أموال العراق والصفة الثانية هي الوطنية كانوا مخلصين للعراق لكن من عام 2003 لحد الآن هذه الصفتين لا يمكن أن تنطبق على أي من الذين حكموا العراق أبدا كلهم أجراء للخارج كلهم ذممهم غير نظيفة كلهم أيادهم ولطخة بالدم والمال وليس بالدم فقط دعنا أيضا يعني الذين يتحدثون عن العراق لماذا نحتفل وكأن دول الدنيا بنيت هكذا كل دول الدنيا تبنى بصراعات بقوة هكذا رهاصات فيه صراعات توجد وموجودة هذه ولكي تبني شيئا يجب أن تحفر وأسس وبناء ومقاومة وكل شيء أنت إذا تبني بيت يجب أن تحفر الأساس والعرض تقاومك وتأتي بالوسائل التي تعينك على حفر الأسس والمواد التي تضاحها وهكذا تبني البناء لبنة لبنة إلى أن يقوم البناء والبيت يقوم وهكذا بناء الدول توجهك مشاكل كثيرة توجهك عقبات كثيرة توجهك تحتاج إلى موافقات كثيرة تحتاج إلى أن تحفظه من الآخرين هكذا هي الدول تبنى وإلا كيف أبنيت؟ يعني من حق أمريكا مثلا التي احتلت العراق عام 2003 ودمرتها وجاءت هؤلاء الذين يحكمون للعراق بالفساد والخراب والأرهاب والدم والطائفية من حق أن تحتفل باستقلالها والعراق لا يحق له أن يحتفل باستقلاله هذه الدولة التي يعني عمرها ماكو 400 سنة والعراق اللي عمق الحضاري 10.000 سنة في عمق التاريخ وأكثر لا يحق له الاحتفال بدولتها الحديثة هذه الدولة التي احتلت العراق منذ عام 1775 لغاية 1783 دخلت ما يسمى بحرب الاستقلال الأمريكية هذه حرب الاستقلال بين 13 ولاية تنتمي إلى فرنسا وتحاول الاستقلال وصراع شعبي قتل وذبح راح فيه أكثر من 150.000 قتيل أمريكي وبريطاني وأوماني وغيرهم وفرنسي وغير ذلك هي دولة لاجئين دولة مهجرين ودولة لاجئين وأكثر من مليون جريح وهذه الدولة عندما اكتشاف كروستوف كولومبس قبل نحو 400 سنة دخلوا في حرب إبادة حرب الأمريكية الهندية دخلوا في حرب إبادة من عام 1622 لغاية 1924 قتلوا بها أكثر من 10 ملايين من سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر قتلوهم ومثلوا بجثاثهم هذه هي الدول أوروبا هذه التي ترونها متطورة وحق لها أن تحتفل باستقلال إيهاتها وبناءها دخلت منذ عام 1337 لغاية عام 1453 هذا كمثال واحد حرب المئة عام بريطانيا وفرنسا ودول في هذا المحور راح ضحيت ملايين الناس بعدها دخلوا إلى حرب 30 سنة حرب الأساقفة التي استمرت هذه الحرب الدينية استمرت 30 سنة ربما أعداد القتلى بالحرب وين تجاوزت 30 مليون قتيل الحرب العالمية الأولى التي أثارت هذه الدول الأوروبية وأمريكا 37 مليون قتيل وجريح الحرب العالمية الثانية أكثر من 60 مليون قتيل وجريح عن ماذا تتحدث هذه الدول هذا التاريخ في العراق من عام 2003 لحد الآن قتل فيه أكثر من مليون ونص عراقي هجر فيه عشر ملايين عراقي خيرته من الكفاءات أشاع الطائفية أشاع الخراب أشاع الفساد أشاعه كل شيء سيء دمروا الدولة ودمروا مؤسساتها تقول لدولة اللي ميزة الأرهاب والفساد فقط الأرهاب والفساد هم جاءوا به الخراب والدمار والقتل والأرهاب والضيم كلهم جاءوا به لا يحق لهم الاحتفال بهذه لكن الشعب العراقي له حقا يحتفل بمرور السنوات لكن هذه السنوات الـ 18 والـ 17 يشطف عليها يشطف عليها من حياته والمذكراته لأنها سنوات سوداء في حياته الحقيقة لم يبنى بها جسر واحد لم تبنى بها مستشفى واحدة مدرسة واحدة بالعكس كل الذي بنيه دمره هذا واقع الحال وهذه طبيعة الدول هكذا تبنى وهكذا يحتفل بها فلا أحد يعني يتفلسف أكثر من اللازم ويتحدث عن العراق وكأن العراق يعني هكذا جاء بالصدفة العراق دولة في عمق التاريخ وشعبه من أفضل شعوب الدنيا هذا ليس انحيازا للعراقي لأنه أنا عراقي لا بس هذا واقع الحال الشعب العراقي أجمل شعوب الدنيا وأكثرها علما وثقافة وأدبا وخلقا وكرما وبلدة من أجمل البلدان وأكثرها عراقة وثراثة وخيرات حباها الله فبالتالي هذه الدولة قائمة ومو قصة الأسق مثل ما كانت تقول أمريكا عام 2003 وبريطانيا جدت للأزقات ألا العراق قائم منذ بداية التاريخ منذ فجر التاريخ منذ فجر السلالات كان العراق والعراق أول من علم الناس القراءة والكتاب والحروف وعلمهم طرق الري والقوانين ومسلة حمرابي تشهد وغيرها والآثر تشهد هذا هو العراق لكن نتحدث عن دولة حديثة نعم بنية من عام 1921 لغاية 2003 بها رخصات بها أخطاء نعم هذا يجب الاعتراض به لكن بها بناء بها عمار بها دفع للأمام لكن من عام 2003 دفع إلى العمق إلى الهاوية السحيقة مع الأسف الشديد هذا ما يسمح به الوقت أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استردعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة